لأول مرة في البحرين قيمة مسابقة مزاين السقور والتي أتت ضمن فعاليات مسابقة البحرين للسقور والصيد برعايته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل شخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة وشارك في المزاين عدد من ملاك السقور من دول مجلس التعاون الخليجي أعربوا عن سعادتهم البالغة لمشاركتهم في أول مزاين للسقور في البحرين أزم البسام لبدوي اقترب من المشهد وعدت تقرير التالي سقور من فئة الحرار تقدر بآلاف الدنانير هبطت مزاين البحرين لتعرض تفاصيل جمالها وكأنها تقول أن الجارحة النادرة التي طالما تغنى بي الشعراء لأول مرة في البحرين تقام مسابقة من هذا النوع ولا تحق المشاركة إلا لفئة الحرار الفاخرة وهي أجود السقور وأشهرها وأكثرها قيمة وأجملها ويشرف على المسابقة لجنة تحكيم خليجية تعتمد مقاييس خاصة لجمال السقور الريشة لهذه درجات الراس والعاتق لهذه درجات الوسرة بشكل عام لهذه درجات ويكون الطير غير متعبث فيه من لون الريشة بعضهم بصبغ أو بمواد التي تغير لون الريشة تصفيها وتخليها فاتعة شوي في العادة تقسيم الطير درجات وتقييمها من العشرة الأوائل من العشرة الأوائل تفرزها من الأول للعشر عشرة سقور تأهلت من بين 35 ممن شاركوا لتدخل في جولة تقييم أخيرة لتحديد المراكز الثلاثة الأولى وقد تم تكريم ملاكها من قبل سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي الفروسية وسباقات القدرة الحمد لله ربما كانت الطير تعبت عليه التشميس والعلف وهذا ودعم فيه دعم فيه ناس شباب ولا يدعمون فيه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بخالد بن فيصل بن تركي دعم وتوفق الحمد لله من أعجب في شكل طيره وهذا دخلها المزايا وطبعا كلنا نطمح المراكز الأولى ولكن الطير الزين يفرض نفسه واللجنة فيهم بركة ومعرفتهم كافية وعطوا كل طير مركزي منافسة مزاين البحرين أتت مسك ختام مسابقة البحرين للصقور والصيد والتي استمرت خمسة أسابيع وكانت قد حملت في جعبتها مسابقات متنوعة وأبرزها سباقات الدعو للصقور وبهذه المزاين يزدان ستار مسابقة البحرين للصقور والصيد ليسدل على جمهوره معلنا ختام موسمها بعد خمسة أسابيع من المنافسة والتحدي على الصعيدين المحلي والخليجي بسم لبدوي المركز الأخبار تلفزيون البحرين